إلى تطورات الأوضاع في غزة حيث تؤكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي وفي رد على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح الوزير الإسرائيلي شدد شكري على أن التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية لافتا إلى أن أي محاولة للتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصريا ودولية جملة وتفصيلا كما استهجن وزير الخارجية الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي مشيرا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع وعمليات حصار وتجويع مقصودة شكرا